اشتركوا في القناة التمنى الأول عرف ما يلي التنوع الثقافي العنف الميز العنصري العادات والتقاليد الوضعية الثانية العنف والميز العنصري مظهران لإبراز القوة والتسلط فما الفرق بينهما الوضعية الثالثة للعنف عدة أسباب أذكر أربعة منها أربعة من أسباب العنف الوضعية يحدد القانون الداخلي للمؤسسة حقوق وواجبات التلاميذ وهو مستمد من القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية فأردت أن تعرف ما هي حقوقك وما هي واجباتك السند الأول لكل تلميذ الحق في التعلم وكتساب القيم والمهارات والمعارف التي تؤهله للإندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفاءات المطلوبة مدى واحد من القانون الداخلي للمؤسسة سند الثنين التلاميذ مطالبون باحترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلى الأقسام إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الاستشارة التربوية ونت تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها اعتماداً على معلوماتك القبلية ومعارفك السابقة اكتب فقرة تتحدث فيها عن حقوقك وواجباتك على مستوى مؤسستك التعليمية طيب شوفوا الحل النموذج الأول هذا النموذج الأول هذا الحلول التنوع الثقافي هو مجموعة من الأنماط المعيشية والأساليب المتبعة في مختلف مظاهر الحياة العنف واستخدام القوة بوسائل مختلفة سواء دفاعاً شرعياً أو تعدياً على الغير لتحقيق أهداف شخصية أو وطنية الميزة العنصوري هي سياسة تنتهجها الدول والحكومات ضد فئة أو مجموعات من مواطنيها بهدف التفرق بينهم على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي أو عرقي العادة والتقاليد هي سلوكات وأنماط معيشية توارثتها الأجيال عن بعضها وقلدت فيها الأجيال الحالية الأجيال السابقة ما تعودت فعله الوضعية الثالثة العنف هو استعمال القوة ضد الغير وعادة ما يرتبط بالأشخاص أو جهة معينة ضد مجموعة محددة تخالفها الرأي بينما الميز العنصر هو سياسة منتهجة من قبل الحكومات والدول للتسلط والتحكم في عنصر آخر بقمعه وقهره وجعله أدنى قيمة من السلطة الحاكمة ومن يواليها بموجب قوانين التفرق العنصرية الوضعية الثالثة أربعة أسباب للعنف الشعور بالإهانة والذل من طرف المتضرر تسلط وتحكم عنصر في آخر وقمع الرأي الآخر القمع والاستغلال والتعدي بدون سبب منع فئة من الحصول على حقوقها الوضعية الإدماجية القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية يهدف إلى تنظيم السير الحسن للمؤسسات التعليمية لذا تقوم بضبط قانونها الأساسي واستنباطه منه وفق ما يتماشى مع ظروفها ومحيطها من أهم حقوق التلميذ الحق في التمدرس لكل تلميذ وعدم التفرق بينهم وضمان كرامتهم والمشاركة في العملية التعليمية والتعلمية النشاط الصفي والانخراط في النوادي الثقافية والرعاية الصحية والإبداع وعدم التعرض للعنف اللفظي أو الجسدي والحفاظ على كرامتهم أما واجبات التلميذ فيمكن حصرها في المواظبة والحضور والانصراف حسب جدول التوقيت عدم التأخر الالتزام بالقانون الداخلي للمؤسسة التعليمية حسن المظهر والهندام احترام الفريق الترموي المحافظة على وسائل المؤسسة المثابرة والاجتهاد والمشاركة في كافة نشاطات المؤسسة التعليمية القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية إطار ينظم السير الحسن للمؤسسة التعليمية ويحدد حقوق وواجبات التلميذ من أجل التامدرس في ظروف حسنة في ظروف حسنة طيب شوفوا النموذج الثاني نموذج الثاني الفصل الأول نفس الشيء لتناميذ الأولى متوسط الوضعية الأولى عرف ما يالي حقوق التلميذ واجبات التلميذ ثمانين ثاني فيما تتمثل أخطار العنف الجسدي ما هي أخطار العنف الجسدي الوضعية الثالثة ما الفرق بين العنف الجسدي والمادي مع ذكر الأمثلة الوضعية تعتبر المؤسسة التعليمية منبر للتربية والعلم والتعلم حيث يلتزم التلميذ بما نص عليه القانون الداخلي للمؤسسة فأردت أن تعرف أكثر عن حقوق وواجبات التلميذ السند الأول يحترم التلميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عامة والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوكا مدنيا ويتوجب عليهم العناية بها المادة 51 سند الثاني يجب على التلميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية للآخرين اعتمدا على معلوماتك القبلية والسندة المقدمة اكتب فقرة تتحدث فيها عن حقوق وواجبات التلميذ في المؤسسات التعليمية طيب نشوف الحل تعال نموذج الثاني هذا النموذج الثاني الحل تعو طيب ثم من الأول حقوق التلميذ حقوق التلميذ هي كافة المزايا والنشاطات التي يسمح بها القانون على مستوى المؤسسة التعليمية مثل مجانية التعليم والتمدرس في ظروف لائقة ثانيا واجبات التلميذ واجبات التلميذ هي كافة الأفعال والسلوكات الملزمة للتلميذ على مستوى المؤسسة التعليمية مثل الاجتهاد واحترام الفريق التربوي وضعية ثانية أهم أخطار العنف الجسدي الإصابة بإعاقة بدانية فقد أحد الوالدين أو الأبناء أو موت الأسرة الكاملة تضرر صحة الشخص المعرض للعنف عدم القدرة على العمل كما يجب وفاة أحد وفاة أو الإصابة بمرض مزمن الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن طيب الوضعية الثانية خلاص وضعية الثالثة العنف الجسدي يتعرض فيه الشخص للإصابة جسمية تؤثر على صحته وقد تؤدي إلى وفاته مثل مثل فقدان البصر بطر الأطراف تمزق الجلد الحرق أما العنف المادي فيشمل العمران والآلات والعاتد الصناعي حيث يصاب بأضرار مما يؤدي إلى تلفه وتدميره مثل المصانع الأحياء السكانية والوسائل المختلفة الوضعية الإدماجية يتحصل التلميذ على جملة من الحقوق المادية والمعنوية مقابل تأدية الواجبات التي تنص عليها أحكام الجماعة التربوية في المؤسسة التعليمية لكل تلميذ الحق في مجانية التعليم والمساواة في المعاملة والكرامة والإنخراط في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة التعليمية في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية حسب الهوية التي يرغبون في ممارستها وهذا برخصة من أوليائهم كما يجب على التلميذ الاعتناء بهندامهم وارتداء المئزر احترام كافة الفارق التربوي الالتزام بتعليمات الإدارة والقانون الداخلي للمؤسسة التعليمية المواضبة والاجتهاد في الدراسة وعدم التأخر القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية والقانون الداخلي لها يهدفان إلى حفظ النظام من أجل السير الحسن للمؤسسة التعليمية لتكوين فرد صالح للمجتمع طيب نزيلوا نشوفوا النموذج الثالث النموذج الثالث النموذج الثاني خلاص النموذج الثالث النموذج الثالث تمني الأول أعرف ما يلي القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية ثانيا أذكر بعض أهداف القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية ثالثا جمعية أولياء تلميذ تعتبر الإطار المفضل لربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينهما فيما يتمثل دور جمعية أولياء تلميذ بصفة عامة الوضعية الإدماجية يعتبر القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية بمثابة دستور في القطاع التربوي فطلب منك الأستاذ توضيح ذلك سند الأول صدر القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية سنة 1991 ضمن نظام الجماعة التربوية في المؤسسة التربوية والتكوينية ثانيا يحدد القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية نظام القطاع التربوي وسيره وكيفه إعداد النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية التعليمة اعتمادا على معارفك السابقة والسندة المقدمة اكتب فقرة تعرف فيها القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية طيب انمروا للحل الحل تعال نموذج الثالث نموذج الثالث هذا اللي شفناها الآن النموذج الثالث طيب الأولى تعريف القانون الأساسي للمؤسسة تعليمية هو مجموعة من المواد والأحكام التي تنظم سير القطاع التربوي بضبط العلاقات المختلفة على مستوى المؤسسة التربوية ثانيا النظام الداخلي للمؤسسة تعليمية هو مجموعة من البنود والمواد والتعليمات التي يلتزم بها أعضاء المؤسسة تعليمية داخليا وعند إعداده يرعى فيه الظروف المؤسسة الوسطى المدرسي البيئة ظروف الفريق التربوي والتلاميذ بحيث لكل مؤسسة خصوصيتها لذا نلاحظ اختلاف في مضمونه بين مؤسسة وأخرى الوضعية الثانية أربعة أهداف للقانون الأساسي للمؤسسة تعليمية حفظ النظام وتنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة تعليمية تحديد العلاقات بين الفريق التربوي والأولياء التلاميذ ترسيخ المواضبة والاعتزاز بالأمجاد والرموز الوطنية تحديد ظروف العمل والنشاط على مستوى المؤسسة التعليمية الوضعية الثالث دور جمعية أولياء التلاميذ بصفة عامة تدعيم العلاقات بين الأولياء والأسرة التربوية وبين المدرسة والسلطات المحلية تقديم الاقتراحات من أجل تحسين مستوى التعليم مساعدة المدرسة ماديا مثل تمويل الدروس الاستدراكية مساعدة التلاميذ المحتاجين الوضعية الإدماجية يعتبر القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية بمثابة دستور في القطاع التربوي وقد صدر في 26-10-1991 بموجب القرار رقم 778 وتضمن 105 مادة يتمحور القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية حول أربعة أقسام وأحكام خاصة بتسيير المؤسسة التعليمية حيث يحدد سيرها ونشاطها تتمثل الأحكام الخاصة للموظفين ونشاطاتهم وعلاقاتهم بالمؤسسة التعليمية إضافة إلى أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء من حيث تحديد المسؤوليات وكيفية نشاط جمعية أولياء التلاميذ كما يتضمن أحكاما خاصة بالتلاميذ تنظم وتحدد واجباتهم وحقوقهم القانون الأساسي للمؤسسة التعليمية ميثاق ودستور وقانون ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المؤسسة التعليمية يجب احترامه بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة